رئيس السيسي يبحث ورئيس الاستخبارات الخارجية الروسية تطورات الأوضاع الإقليمية والمشهد بالشرق الأوسط رئيس الوزراء يتابع الموقف الحالي لعدد من المشروعات المتعثرة ويكشف عن توجيهات رئاسية بسرعة الانتهاء من هذه المشروعات ودخولها الخدمة الجيش الإسرائيلي يلقي منشورات على دير البلح وخان يونيس يحذر فيها السكان من العودة إلى شمال قطاع قزة السادسة مساء بتوقيت القهرة الرابع بتوقيت جرينت نشرة إغبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بحضراتكم استقبل رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرجي ناريشكين الاجتماع تناول تطورات الأوضاع الإقليمية وعلى رأسها سبل تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط في ظل الأزمة في قطاع غزة وما تشهده المنطقة من تصعيد للتوتر الإقليمية استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد سيرجي ناريشكين رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية والوفدة المرافقة له بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار دكتور أحمد فهمي صرح بأن الاجتماع تناول تطورات الأوضاع الإقليمية وعلى رأسها سبل تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط في ظل الأزمة في قطاع غزة وما تشهده المنطقة من تصعيد للتوتر الإقليمي إلى جانب التطرق لعدد من القضايا الإفريقية وملفات مكافحة الإرهاب ومستجدات الأوضاع الدولية لسيما في أوكرانيا وأفغانستان وأضف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض الجهود المصرية لتهدئة الأوضاع في المنطقة من خلال التواصل مع كافة الأطراف مع تأكيد رؤية مصر بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية بكمية كافية باعتبار ذلك الخطوة الأساسية لنزيفة للتوتر الإقليمي مع التشديد على أهمية التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية بما يضمن تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وقد تم تأكيد الحرص في هذا الصدد على استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين في مختلف الملفات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين في ضوء ما يجمعهما من علاقات تاريخية متميزة أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن إجمالي صدرات مصر يبلغ 53 مليار دولار سنويا مشيرا إلى أنه لو تمت زيادة هذه الأرقام بنسبة من 17 إلى 18% ففي عام 2030 سنصل بقيمة الصدرات إلى نحو 145 مليار دولار وخلال اجتماعي لمتابعة جهود تعزيز معدلات الصدرات من القطعات الانتاجية المختلفة أكد مدبولي جهزية الحكومة للاستجابة لأية طلبات لتوطين وتعميق الصناعة محليا والتوسع في الصناعات القائمة مضيفا أن الحكومة لديها قائمة بعدد من المنتجات والصناعات التي نحتاجها وهناك حوافز ستقدم لمن يقوم بتوطين صناعة هذه المنتجات وشدد رئيس الوزراء أن الفترة الحالية تشهد استقرارا في إتاحة الموارد الدولارية مؤكدا أن الحكومة تعمل من خلال أكثر من محور كي تضمن استدامة موارد الدولة من العملة الصعبة أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بملف المشروعات المتعثرة في عدد من القطاعات مشيرا إلى تكلفات الرئيس السيسي المستمرة بالعمل على سرعة الانتهاء من هذه المشروعات وبدخولها الخدمة جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع عدد من الوزراء والمسؤولين لمتابعة الموقف الحالي لعدد من المشروعات المتعثرة وخلال الاجتماع لفت رئيس الوزراء إلى ما يتم بذله من جهود من جانب مختلف الجهات المعنية للتعامل مع أي مشكلات أو تحديات تواجه استكمال تنفيذ هذه المشروعات وأكد مدبولي أنه تم حل الكثير من المعويقات التي واجهت عددا من المشروعات في عدد من القطاعات وتم استكمال تنفيذها ودخولها الخدمة سعيا لتعظيم الاستفادة مما تم إنفاقه من استثمارات خاصة في هذا الصدد أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتنهية الصغر بالنظر لأثار تلك المشروعات في تحقيق مستهدفات التنمية في مصر وجاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة جهود الجهاز خلال الفترة الماضية في تنمية المشروعات وريادة الأعمال واستعراض الخطط المستقبلية وخلال الاجتماع تم تطرق للخدمات التي يقدمها الجهاز للمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير القرى المصرية خلال الفترة من يناير 2021 حتى فبراير 2024 حيث تمت الإشارة إلى أنه تم ضخ 3.1 مليار جنيه لتمويل 111 ألف مشروع سهمت في إتاحة 202 ألف فرصة عمل فضلا عن توفير 318 دورة ريادة أعمال وتدريب 6294 متدربة وتقديم نحو 18200 خدمة غير مالية متنوعة وإصدار 4376 رخصة جديدة التقى رئيس وأركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامى عسكر قائد قوات الدفاع المالوية والوفدة المرافقة له الذي يزور مصر حاليا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء تعزيز أوجه التعاون والعلاقات العسكرية بين البلدين في مختلف المجالات وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة على اعتزازه بعلاقات التعاون العسكري التي تربط القوات المسلحة المصرية والمالوية متطلعا أن تشهد المرحلة القادمة مزيدا من التعاون بين القوات المسلحة للبلدين اشتركوا في القناة استقبل مطار العريش الدولي اليوم طائرة مساعدة إنسانية إماراتية تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة وصرح مصدر مسؤول بمطار العريش الدولي بأن الطائرة تحمل على متنها 26.5 طن مساعدات غذائية وإغاثية للأشقاء الفلسطينيين هذا وأضاف المصدر أنه جرى تفريغ شحنة الطائرة وتم نقلها بشاحنات إلى المخازن اللوجستية في مدينة العريش وذلك تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة عن طريق ميناء رفح البري وذلك بالتنصيق ما بين الهلال الأحمر المصري مع نظيره الفلسطيني ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا وأضف أن إجمالية عدد الطائرات التي وصلت مطار العريش حتى اليوم بلغ ما يقرب من 748 طائرة منها 608 طائرات مساعدات وفضلا عن 140 طائرة وقود أو وفود دولية تواصل مصر جهودها لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة وفي هذا الإطار تواصل السلطات المصرية تفتح مع بالرفح منذ بدء العدوان على غزة وعدم إغلاقه من الجانب المصري ترجمة نانسي قنقر وصلت المرحلة الثانية من قافلة السادسة للمساعدات الإنسانية المقدمة للأشقاء الفلسطينيين من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إلى بوابة معبر رفح كانت المرحلة الثانية قد انطلقت متضمنة أكثر من 126 شاحن محملة بأكثر من 2400 طن من المساعدات بعد أيام قليلة من إطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المرحلة الأولى من القافلة السادسة للمساعدات الإنسانية المقدمة للأشقاء الفلسطينيين انطلقت على الفور المرحلة الثانية للقافلة التي تتضمن أكثر من 126 شاحن محملة بأكثر من 2400 طن من المساعدات القافلة مكونة من 126 قاطرة محملة بمواد غزائية ومواد طبية ومياه معدنية وملابس وبطاطين وخيام ومراتب حوالي 2060 طن مواد غزائية و185 طن مياه معدنية و64 طن مواد طبية و21 طن ملابس وبطاطين و20 طن خيام ومراتب جملة التريلات الموجودة النهاردة 126 تريلة بنك الطعام المصري يشارك ب40 تريلة منهم 34 تريلة من الشاحنات الخاصة بنك الطعام محملة كل شاحنة ب1200 طرد مواد غزائية 6 شاحنات محملة برزو دي مشاركة بنك الطعام المصري بالسمرار بتبقى مواد غزائية وفقاً للإحتياج الموجود إحنا بنتواصل مع الجانب الفلسطيني عشان نعرف إيه الاحتياج الموجود عشان نلبيه في الطرود أو المواد الجفة اللي إحنا إيه بنبعثها جملة عدد الأطنان المشاركين بيها النهاردة 646 طن متوسط شاحنة الوحدة بيكون 16 طن وفي ظل ما يعانيه قطاع غزة من نقص حاد في الغذاء والأدوية جهز التحالف في هذه القافلة أكثر من 2000 طن من المواد الغذائية بالإضافة لـ 64 طن من الأدوية والمستلزمات الطبية فضلاً عن عدد من الخيام والمراتب والمياه المعدنية يشارك في القافلة مؤسسات التحالف الوطني التي تواصل العمل على قدم وساق لتجهيز عدد من القوافل الإنسانية منذ بدء الأزمة صناعة الحياة بتشارك بخمس شاحنات خمس شاحنات تضم بعض المساعدات الغذائية عشان يكون إجمالي المساعدات اللي أدنها 180 شاحنة خلال الست قوافل اللي طلعت المساعدات الغذائية بتختلف من مساعدات غذائية مساعدات صحية معونات شتا ودي بتتقدم لأهلينا في غزة بشكل دوري مستمر من خلال القوافل اللي بتتم من خلال التحالف الوطن قوافل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تأتي تنفيذاً لتوجهات الرئيس السيسي بتقديم الدعم الفوري للأشقاء في قطاع غزة في إطار سياسة مصر الراسخة بدعم القضية الفلسطينية محمود جميل التلفزيون المصري وللمزيد ينضم إلينا الأستاذ مصطفى زمزم عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أهلا بك يعني جهود كبيرة بتقوم بها مصر لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة كيف تسهم الجهود المصرية في تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني ممكن في الحقيقة رئيس من أول يوم بدأت أوندراءة أزيل أحداث في قطاع غزة كان فيه توجهات من القضية السياسية لجميع مؤسسات وكهنات ستحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بدعم أهلنا في فلسطين وفي قطاع غزة بشكل محدد بشكل دوري ويمكن كان منتظم كل أسبوعين بمئات الشاحنات من المواد الغذية والمسالة الطبية والغزائية أيضا دعم بشكل كبير في إنشاء المخيمات واستقبال الجرحة وأيضا تقديم بعض الأجهزة الخاصة بالمستشفيات والمراكز الطبية وده الحقيقة بيساهم شكل كبير في تخفيف المعاناة عن كاهل الجرحة والأسر اللي فقدت منازلها وشردت بعد اندلاع هذه الحرب اللي يمكن بيعاني منها أهل القطاع بشكل كبير وده دور القيادة المصرية في مستهزير أزمات وكل الدول المحيطة بجميع الحدود المصرية ودور المجتمع المدني المصري اللي بيدعمه كل الشعب المصري من التبرعات والمساندة والثقة والشفافية في التعامل نعم أبرز المساعدات التي يتم إدخالها إلى قطاع غزة تبقى لاحتياجاتهم حقيقة يمكن تبقى لاحتياجات من الغرفة المركزية للأمانة الفنية للتحالف في الوطن العمل التنموي بيتم راضي احتاجات من المواد الغزائية الممكن في احتياج شديد لها بشكل يومي من المواد الغزائية محتاجينها بشكل دوري المواد الطبية والإغاثية المخيمات المطلوبة أيضا بعض المستلزمات الأعشية لأهلين داخل القطاع في كل الخيم أو الأماكن التي تم نزوح لها في رفح الفلسطيني الأستاذ مصطفى زمزم عضو التحالف الوطني للعمل الأهلية التنموي كنت معنا هاتفين شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة صرح مدير المكتب الحكومي بغزة إسماعيل الثوبتية بأنه تم انتشال تسعة جثامين في باحة مجمع الشفاء الطبي لأشخاص أعدمتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها المجمع وقال الثوبت خلال تصريحات تلفزيونية إن قوات الاحتلال أعدمت أربعمائة شهيد بمجمع الشفاء من بينهم عدد من المرضى مشيرا إلى أنه تم العثور على جثامينهم أثناء البحث في بحات المجمع أعلنت السلطات الصحية في غزة ارتفاع حصيل الضحايا العضوان الإسرائيلي على قطاع غزة في اليوم إلى 393 إلى 3843 شهيدا و76 و575 مصابا منذ 7 أكتوبر كما نشدت السلطات الصحية المؤسسات المعنية بتوفير مولدات جديدة أو العمل على عودة خطوط الكهرباء للمستشفيات وذلك بعد تزايد احتمالات توقف المولدات التي تعمل بكامل طاقتها على مدار الساعة في المستشفيات ذكرت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي ألقى منشورات على دير البلح وخان يونس يحذر فيها السكان من العودة إلى شمال قطاع غزة وكتب المتحدث باسم الجيش أفخايا درعي على منصة إيكس رسالة موجهة إلى سكان غزة أن منطقة شمال قطاع غزة هي منطقة قطاع خطيرة مكررا الدعوة للسكان البقاء في جنوب قطاع وتجنب محاولة العودة إلى شمال القطاع ترجمة نانسي قنقر قالت مفاوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن إسرائيل تواصل فرد قيود غير قانونية على دخول المساعدات الإنسانية لغزة وقالت رافينا شامدساني المتحدثة باسم المفاوضية في مؤتمر صحفي بجنيف قالت أن إسرائيل تواصل فرد قيود غير قانونية على دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية وتنفيذ تدمير واسع النطاق للبنية التحتية المدنية مكررة دعوات من أجل السماح بوصول المساعدات دون قيود وتواجه إسرائيل التي تنفي عرقلة الإغاثة الإنسانية لغزة ضغوطا دولية متزايدة للسماح بدخول مزيد من الإمدادات إلى قطاع غزة منذ أن قصفت قافلة مساعدات في الأول من إبريل ما أصفر عن مقتل عمال إغاثة دوليين عبرت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة وطالبت قوات الأمن الإسرائيلية بأن توقف فورا مشاركتها للأنشطة وبدعمها لهجمات المستوطنين على الفلسطينيين هناك وقالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رفينا شمتاساني للصحفيين في جونيف إنه على السلطات الإسرائيلية بدلا من ذلك منع وقوع المزيد من الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها تعهى برنامج الأغذية العالمية إلى تنفيذ وقف إنساني لإطلاق النار وإمكانية الوصول للمناطق كافة في غزة للتغلب على المجاعة هناك وأضاف أن العديد من الرضع والأطفال لقوا مصرعهم بسبب الجفاف وسوء التغذية في شمال غزة تحديدا بينما تواصل إسرائيل منع وصول فرق الإغاثة أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خطورة التصعيد الذي هو بين إيران وإسرائيل في المنطقة وخلال مؤتمر صحفي مع ناظراته الألمانية شدد الصفدي على أن وقف التصعيد يتطلب وقف أسباب التوتر مشيرا إلى أن التحدي الأكبر هو ضمان أن لا يرد رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو على الهجوم الإيراني كلنا ضد التصعيد التصعيد خطر علينا جميعا وشهدنا التصعيد الخطير الذي تم قبل أي أيام ووقف التصعيد يتطلب وقف أسباب التوتر إيران ردت على القصف الإسرائيلي لقنصلية في دمشق وقالت أنها لن تذهب أبعد من ذلك وأنها لن تصعد أكثر التحدي الآن هو أن نضمن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو لا يرد ولا يصعد أكثر ولا يحاول أن يبعد الانتباه عن غزة وعن ما يجري في غزة للتركيز على المواجهة الإيرانية الإسرائيلية لا نريد التصعيد الخطوة الأولى في وقف التصعيد هي وقف العدوان على غزة وقف المجاعة في غزة وهذه المجاعة سببها أن إسرائيل تمنع دخول المساعدات بشكل كافي إلى غزة وتمنع حتى الأمم المتحدة من القيام بدورها في استلام المساعدات وفي إصالها ومن جانبها أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أن لنا بيربوك أن الجهود التي تقوم بها الأردن ومصر وقطر لإنهاء الأزمة تهدف لتشكيل الطريق نحو وقف إطلاق النار وخلال مؤتمر صحفي مع نظيرها الأردني شددت بيربوك على أن العمل على إنهاء الحرب في قطاع غزة لن يتوقف وما زالت نشرة السادسة مستمرة وتتابعون فيها وسط تصاعد التوتر مدير عام وكالة الطاقة الذرية يعرب عن قلقه من احتمال استهداف إسرائيل للمنشآت النووية الإيرانية ذكرت وكالة رويترز نقلا عن مصدر ديبلوماسي تركي أن وزير الخارجية سامح شكري سيقوم بزيارات إلى تركيا خلال أيام وأضافت رويترز عن المصدر أن وزير الخارجية سيبحث التطورات في الشرق الأوسط والأوضاع في قطاع غزة مع نظيره التركي هاكان فيدان خلال هذه الزيارة كما أضاف المصدر أن الوزيرين سيقيمان أيضا سيقيمان أحدث التطورات المتعلقة بالمفاوضات الرامية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة أكد مسؤول إسرائيلي أن حكومة الحرب تعتزم عقد اجتماعا اليوم لبحث الرد على الهجوم الإيراني من جانبه شدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على أن بلاده سترد بشكل قاس على أي تحرك يستهدف مصالحها وسط مخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط تتزايد الضغوط الدولية على تل أبيب وتهران لضبط النفس بعد أول هجوم مباشر تشنه إيران على إسرائيل يأتي هذا في حين أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي أن تل أبيب سترد على الهجوم الإيراني دون أن يكشف عن تفاصيل هذا الرد رغم أن هجوم ليلة الثالث عشر من أبريل والذي تم بأكثر من ثلاثمائة صاروخ وطائرة مسيرة لم يتسبب سوى في وقوع أضرار بسيطة حيث زعمت إسرائيل أنه تم إسقاط معظم الصواريخ والطائرات المسيرة من جانبه حث وزير الخارجية الإسرائيلية إسرائيل كاتس الدول على فرض عقوبات على برنامج الصواريخ الإيراني وتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية وعلى وقع هذه المطالب الإسرائيلية فرضت وزيرة الخزانة الأمريكية عقوبات على أكثر من خمسمائة فرد وكيان على صلة بإيران زعمة أن أفعال تهران تهدد الاستقرار في الشرق الأوسط وقد تتسبب في تداعيات اقتصادية في المقابل شدد الرئيس الإيراني على أن بلاده سترد بشكل هائل وواسع وموجع على أي عمل يستهدف المصالح الإيرانية وعلى كل مرتكبيه مشيرا إلى أن الدعم الذي تقدمه بعض دول الغرب الإسرائيل يوفر أرضية للتوتر بالمنطقة وكانت تهران قد شنت هجومها ردا على غارة جوية إسرائيلية على مجمع سفارتها في العاصمة السورية دمشق في الأول من أبريل ولم يسفر الهجوم الإيراني على إسرائيل عن سقوط قتلى وأحدث أضرار محدودة لكنه أدى إلى تفاقم المخاوف من نشوب حرب مفتوحة بين الخصمين اللدودين واتساع نطاق الحرب الدائرة في غزة على نحو أكبر أفادت محطة NBC نقلا عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم أن واشنطن لا تنوي المشاركة في الرد على الهجوم الإيراني على إسرائيل مرجحين أن يكون الرد محدودا وقد يتطمنوا ضربات على قوات الإيرانية وحلفاء تهران في الخارج وأفاد المسؤولون الأمريكيون أن ننظر أهم الإسرائيليين أطلعوهم على خيارات الرد المحتملة ومن بينها تنفيذ ضربات في سوريا دون تحديد كيفية الرد وأشاروا إلى أن الرد قد يستهدف شحنات أو مرافق تخزين لأجزاء سواريخ متقدمة أو أسلحة مرسلة إلى حزب الله قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانت يلن أنها تعتزم فرض عقوبات جديدة على إيران خلال الأيام المقبلة وأوضحت يلن أن الوزارة قد تسعى إلى تقليص قدرة إيران على تصدير النفط بسبب هجومها غير المسبوق على إسرائيل أعرب المدير العام للوكلة الدولية للطاقة الذرية رفايل جروسي عن قلقه من احتمال استهداف إسرائيل المنشآت النووية الإيرانية ردا على هجوم طهران وأتى تصريحات جروسي على هامش اجتماع لمجلس الأمن الدولي مخصص لبحث الوضع في محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا وردا على سؤال بشأن شن إسرائيل ضربة انتقامية تطالب المنشآت النووية الإيرانية قال جروسي إنه يشعر بقلق من هذا الاحتمال وشدد المدير العام للوكالة التابعة للأمم المتحدة على ضرورة أن يمارس الأطراف أقصى درجات دبط النفس استدعت وزارة الخارجية البرتغالية السفيرة الإيرانية لتندد مجددا بالهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل وطالبت الخارجية البرتغالية بالإفراج عن سفينة الحاويات التي ترفع علم البرتغال MSCRS التي احتجزتها إيران في الثالث عشر من إبريل اشتركوا في القناة عرضت مصر رؤيتها لصبر حل الأزمة السودانية وذلك خلال مؤتمر باريس لدعم السودان ودول الجوار ودعت مصر لإقامة مستودعات إغاثية قريبة من الحدود مع السودان للتدخل في حالة حدوث أزمات وبإرسال فرق طبية للعمل بالمستشفيات السودانية وإمدادها بالأجهزة الطبية والأدوية وفرق طبية أخرى متنقلة في أنحاء السودان وأوضحت وزارة الخارجية أن أهم الأهداف والمحددات المصرية لجهود حل الأزمة تشتمل على التنصيق والتكامل بين مبادرات ومطارات الوساطة المختلفة وبتكثيف العمل على تحقيق وقف إطلاق النار مع بحث الصيغة المطلوبة والمصار الأمثل الذي يضمن سيادة ووحدة وسلامة أراضي السودان ويحافظ على مؤسسات الدولة الشرعية من الانهيار سودان وملايين من السودانين المترجم للقناة تعهدت الدول المشاركة في مؤتمر باريس لدعم السودان ودول الجوار بتقديم أكثر من ملياري يورو لدعم السودان وجيرانه وتعهد الاتحاد الأوروبي بالتقديم 350 مليون يورو في حين التزمت فرنسا وألمانيا الدولتان المشاركتان في رعاية المؤتمر بتوفير 110 ملايين يورو و244 مليون يورو على الترتيب أكثر من مليار يورو تعهدت بها الدول المشاركة في مؤتمر باريس الدولي لدعم السودان ودول الجوار دعم مالي دولي مرتقب في ظل استمرار الأزمة في السودان والتي تدخل اليوم عامها الثاني وتعهد الاتحاد الأوروبي بالتقديم 350 مليون يورو في حين التزمت فرنسا وألمانيا الدولتان المشاركة في رعاية المؤتمر بتوفير 110 ملايين يورو و244 مليون يورو على الترتيب وتعهدت الولايات المتحدة بتقديم 147 مليون دولار وبريطانيا 110 ملايين دولار وفي كلمته بختام المؤتمر الذي ضم أطرافا مدنية سودانية أكد الرئيس الفرنسي مانوال مكرون على ضرورة تنسيق الجهود الدولية غير الناجحة حتى الآن لحال النزاع ووقف الدعم الأجنبي لطرفي الصراع وأدت الحرب بين الجيش وقوة الدعم السريع إلى تدمير البنية التحتية ونزوح أكثر من 8 ملايين ونصف مليون شخص وقطع الكثير من الإمدادات الغذائية والخدمات الأساسية وتسعى الأمم المتحدة للحصول على 2.7 مليار دولار لتوفير الإمدادات لنحو 25 مليون شخص في حاجة للمساعدة هذا العام كما تسعى المنظمة الدولية أيضا إلى جمع 1.4 مليار دولار أخرى لمساعدة البلدان المجاورة التي تأوي مئات الآلاف من اللاجئين أكد رئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء العرقي محمد شهيع السوداني موصلة النقاشات بشأن إنهاء مهمة قوات التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب وأكد بيان مشترك عن الرئاسة الأمريكية ورئاسة الوزراء العرقية أن بايدن والسوداني ناقش التطور الطبيعي للتحالف الدولي ضد داعش الإرهابي في دوء التقدم الكبير الذي تم إحرازه خلال عشر سنوات وأضاف البيان أن الرئيسين أكد أنهما سيراجعان العوامل لتحديد متى وكيف ستنتهي مهمة التحالف الدولي في العراق والانتقال بطريقة منظمة إلى شركات أمنية ثنائية دائمة وفقا للدستور العراقي واتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خاركييف الأوركان الأوكراني أوليا سيني هوبوف أن مدنيين اثنين لقياحت فهما بينما أصيب أربعة آخرون في غارات جوية شنتها القوات الروسية على الإقليم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وقد قصف الروس حوالي عشرين بلدة في الإقليم بما في ذلك أودي وكوزاشا لوبان وستريليتشا بالمدفعية وقضاء في الهون أما عن إقليم دونسك فقد أعلن رئيس إدارة الإقليم فادم فيلاشكين أن القوات الروسية قتلت شخصا وأصابت اثنين من سكان المنطقة في قصف نفذته الليلة الماضية أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون أن المجلس سيصوت هذا الأسبوع على نصين منفصلين لتقديم مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وأضاف جونسون في مقابلة صحفية أن أحد التشريعات سيتضمن أيضا عقوبة إضافية على روسيا وإيران لافتا إلى أن المشرعين يحاولون إدراك بنود تتعلق بتأمين الحدود الأمريكية في تطور جديد بعد أشهر من الخلافات السياسية بين إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن والجمهوريين يستعد مجلس النواب الأمريكي هذا الأسبوع للتصويت على نصين منفصلين لتقديم مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل رئيس مجلس النواب مايك جونسون أكد في منشور على منصة إكس بأن المجلس سيدرس مشاريع قوانين منفصلة لتمويل إسرائيل ودعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا وتعزيز حلفاء بلاده في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وتمرير إجراءات إضافية لمواجهة خصوم واشنطن وتعزيز أمنها القومية ويعيش الكونجرس الأمريكي حالة قسام بين مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون ومجلس الشيوخ بأغلبية ديمقراطية حيث عرقل الجناح اليميني في الحزب الجمهوري منذ أشهر حزمة مساعدات ضخمة لكييف قيمتها 60 مليار دولار رابطت إدارة بايدن إقرارها بتقديم مساعدات أخرى لإسرائيل وتايوان الرئيس الأمريكي كان قد طلب بتقديم مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان تبلغ قيمتها مجتمعة 95 مليار دولار وقد صادق عليها مجلس الشيوخ كحزمة واحدة لكن رئيس مجلس النواب عرقل إقرارها واشدد جونسون على أن مجلسه لن يصوت على حزمة مجلس الشيوخ في شكلها الحالي بل سيصوت على كل من هذه الإجراءات بشكل منفصل في أربعة أجزاء مختلفة تصريحات جونسون جاءت بعد أن أعلن البيت الأبيض بشكل صريح أنه يعارض إقرار أي مشروع قانون يتضمن تقديم مساعدات لإسرائيل حصرا ويهم الأوكرانيا وتزايد إحباط أوكرانيا في الأشهر الأخيرة بسبب تأخر الكونجرس الأمريكي في إقرار هذه الحزمة من المساعدات قال الرئيس الصيني شيجين بينغ إن العلاقات الثنائية مع ألمانيا ستستمر في التطور بشكل مضطرد طالما احترم كل منهم الآخر وسعى إلى إيجاد أرضية مشتركة مع تنحية الخلافات جانبا وقال الرئيس الصيني للمستشار الألماني أولف شولز خلال اجتماعهما في العاصمة الصينية بكين قال إنه يتعين عليهم أن ينظروا إلى العلاقات الثنائية وأن يطوروها بطريقة شاملة من منظور استراتيجي طويل الأجل دعت الولايات المتحدة الروسيا والصين في مجلس الأمن لتغيير مواقفهما ووقف دعمهما لكوريا الشمالية وفي كلمة أمام الأمم المتحدة أكدت منذوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا جرينفيلد أن تحفيز كوريا الشمالية لن يؤدي إلا لتشجيعها دعية إلى ممارسة أقصى الضغوط للالتزام بالحوار البناء في مدينة بن منجوم بكوريا الجنوبية دعت الولايات المتحدة كل من روسيا والصين إلى تغيير مواقفهما ووقف دعمهما لكوريا الشمالية دعوة أمريكية جاءت على لسان منذوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة ليندا جرينفيلد والتي أكدت أن مكافأة تحركات كوريا الشمالية لن تؤدي إلا لتشجيعها داعية إلى ممارسة أقصى الضغوط على بيونج يانج للالتزام بالحوار البناء تواصل روسيا والصين استخدام عضويتهما في مجلس الأمن لحماية جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية من المساءلة ومؤخرا لمنع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من التعرف على برنامج الأسلحة غير القانوني لكوريا الديمقراطية والتهربي من العقوبات وترى الولايات المتحدة أن رفض روسيا التجديد السنوي للجنة الخبراء المتعددة الجنسيات التي تراقب عقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية جنبا إلى جنب مع امتناع الصين عن التصويت يمكن كوريا الشمالية من تجنب العقوبات الدولية ويحميها من المساءلة تصطدف مصر لأول مرة الدورة السادسة والأربعين والسابعة والأربعين من بطولة المصابقة الدولية للبرمجة وذلك بمدينة الأقصر في الفترة من الرابع عشر إلى التاسع عشر من إبريل الفين أربع وعشرين تضم المصابقة أفضل ثلاثمائة فريق تم اختيارهم من مجموعة كبيرة تشتمل على حوالي أربعين ألف فريق تنافسوا في التصفيات لتصبح منصة عالمية مميزة للتنافس بين طلاب الجامعات من جميع أنحاء العالم في مجال البرمجة اهتمام كبير توليه الدولة بالشباب وذلك في إطار سعيها المتواصل للاستثمار في العنصر البشري والإيمان بالإبداع والابتقار اهتمام ينعكس في استضافة مصر لأول مرة الدورة السادسة والأربعين والسابعة والأربعين من البطولة الأكبر والأهم في مجال البرمجيات على مستوى العالم المسابقة الدولية للبرمجة التي تستضيفها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ومشاركة شركة هواو العالمية وذلك بمدينة الأكسر في الفترة من الرابع عشر إلى التاسع عشر من أبريل الفين أربع وعشرين شكرا فخامة رئيس عفاتح السيسي على شرف الرعاية الكريمة شكرا دولة رئيس الوزراء شكرا للحكومة المصرية على هذا التعاون اللي هو نتج عنه نهاردة حفل أسطوي في الأقسر نهاردة بيطلع من المسابقة دي بيكون عنده فرصة عظيمة جداً يأما يبتدي شغل خاص به أو بيلتحق بأكبر الشركات العالمية هي أن الدورة دي هي اللي بيميزها أنها الأكبر في تاريخ المسابقة الدولية للبرمجة والأكبر في تاريخ المسابقة كلها خلال السنين اللي فاتت خلال 46 سنة من وجود المسابقة لأننا السنة دي عندنا نسختين نسخة 46 ونسخة 47 فحنا عندنا مسابقتين في مسابقة واحدة المسابقة فيها أكثر من 1500 متسابق وأكثر من 2500 حضر من متسابقين ومدربين وده كثرة جامعة وأساتذة من كل الجامعات في العالم المسابقة الدولية للبرمجة تعد أكبر مسابقة برمجة جامعية في العالم وتضم أفضل 300 فريق تم اختيارهم من مجموعة كبيرة تشمل حوالي 40 ألف فريق تنافسوا في التصفيات أكبر مسابقة برمجة هتحصل في العالم سابقا ومستقبلا عشان مسابقة سنة 22 طارت تلغي عشان الكوفيد فحطيني مسابقتين مع بعض السنة دي مصر بتستضيف خيرة عقول العالم في مجال حل المشكلات باستخدام الكمبيوتر من جامعات بتزيد عن 3000 جامعة هذا وتهدف المسابقة الدولية للبرمجة إلى توفير منصة ممتدة لدعم التدريب على البرمجة عالية المستوى بالإضافة إلى تعزيز الابتقار لدى الطلاب واكتشاف المواهب المتميزة في البرمجة والآن مشاهدين الكرام نتحول إلى أخبار الاقتصاد وليلة عمر أهلا بكيما أهلا صحر أهلا نوها ونتحول لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة بحثت مصر مع مسؤولي مجموعة البنك الدولي التحديات الإقليمية والدولية وتأثيرها على الدول النامية والاقتصادية الناشئة جاء اللقاء الذي جمع وزيرة التعاون الدولي رنيا المشاط ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن حيث تمت مناقشة الجهود الجارية لتطوير نموذج عمل مجموعة البنك الدولي وأهمية تلك الجهود في توسيع نطاق تمويل التنمية كما تطرقت الاجتماعات إلى مناقشة برنامج تمويل سياسة التنمية الذي يستهدف دعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية سجلت الصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري 9 مليارات و 612 مليون دولار مقابل 9 مليارات و 129 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاعا بلغت 5.3% جاء ذلك في أحدث تقرير تلقى وزير التجارة والصناعة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول مؤشرات الصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من عام 2024 ترجمة نانسي قنقر وإلى أسواق البترول العالمية حيث ارتفعت أسعار النص ارتفاعا طفيفا بدعم من بيانات أظهرت نمو الاقتصاد الصيني بوتيرة أسرع من المتوقع والتوتر في الشرق الأوسط لكن المخاوف من بقايا أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول حدت من المكاسب هذا وارتفعت العقود الآجلة لخام برينت بنسبة 1% لتصل إلى 90 دولار و 17 سنت للبرميل كما صعد خام غرب تاكسس الوسيط الأمريكي بنسبة 1% ليصل إلى 85 دولار و 47 سنت للبرميل كذلك قفزت أسعار المزوت عالميا بنسبة 82% لتصل إلى 2.68 سنت للتر وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 34% لتسجل 1.77 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية نمى الاقتصاد الصيني بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الأول من العام الحالي وأظهرت البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء بالصين أن النتج المحلية الإجمالية نمى بنسبة 5.3% في الفترة من يناير إلى مارس مقارنة بالعام السابق وكشفت الحكومة عن تدبير السياسة المالية والنقدية في محاولة للحفاظ على نمو النتج المحلي الإجمالي لعام 2024 بحوالي 5% حذرت منظمة التجارة العالمية التابعة للأمم المتحدة قبل اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين هذا الأسبوع من أن الاقتصاد العالمي سيواجه مزيدا من التباطئ هذا العام متأثرا بتراجع الاستثمار وحركة التجارة الضعيفة قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن احتمال خفض أسعار الفائدة قد يخفف الضغوط على موازنات الحكومة والشركات لكنه لا يستطيع وحده حل التحديات الممتدة من الديون السياسية إلى تزايد عدم المساواة وتغير المناخ ودعت المنظمة إلى استراتيجية متعددة الأطراف لنعاش الاستثمار والتجارة ودعم التوظيف الكامل للموارد والتوزيع العادل للدخل قائلة أن هذه الأمور ضرورية لتحقيق نمو قوية توقع صندوق النقد الدولي تراجع التضخم العالمي من متوسط سنوي 8.10% في عام 2023 إلى 9.10% في عام 2024 و4.10% في عام 2025 مع عودة الاقتصادات المتقدمة إلى أهداف التضخم التي حددتها في وقت أقرب من الأسواق الصاعدة والاقتصادات النهمية وأضاف صندوق في تقرير أفاق نمو العالمي أن النشاط الاقتصادي العالمي ظل صامدا على نحو مثير للدهشة طوال فترة تبطئ معدل التضخم في العالم خلال الفترة ما بين عام 2022 و2023 وأشار الصندوق إلى أنه مع اقتراب التضخم من المستويات المستهدفة وتوجه البنوك المركزية نحو تيسير السياسات في عدد كبير من الاقتصادات فإن تشديد سياسات مالية عامة بهدف كبح الدين الحكومي المرتفع عن طريق زيادة الضرائب وتخفيض الإنفاق الحكومي من المتوقع أن يشكل عبءا على النمو ختم جولتنا الاقتصادية عودة مرة أخرى لنهوى صحر الاستكمال ما تبقى من النشرة إليكم ومن جديد شكرا جديلا لك ليلى وبالأخبار الاقتصادية نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرة السادسة ولكن يعتبقى التذكير بالعنوية الرئيس السيسي يبحث مع رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية تطورات الأوضاع الإقليمية والمشهد بالشرق الأوسط رئيس الوزراء يتابع الموقف الحالي العدد من المشروعات المتعثرة ويكشف عن توجيهات رئاسية بسرعة الانتهاء من هذه المشروعات ودخولها الخدمة الجيش الإسرائيلي يلقي منشورات على دير البلح وخان يونس يحذر فيها السكان من العودة إلى شمال قطاع غزة نهاية نشرتنا شكرا لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة